معنا وقت ولا؟ طيب بالنسبة لي الست الست سلوة اللي كانت بتقول بنتها توفيت وهي زعلانة من زوجها ومن زعلانة من بعض الأقارب إن هم قازوا هذه الإبنة بإن هم ما سألوش عليها وقت المرضى هي كتعملت حدثة وبعد كده قعدت في المستشفى وقت طويل فبتقول أنا بعملهم وحش ومش عارفة أتعامل معاهم كويس لا لازم الإنسان يتغلب على هوى النفس لازم أنا فهمة إنما أكون حريك بتقولي أنا أطعاهم وما بكلمهمش وما بحاولش إن أنا أكلمهم لا لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فده إحنا مأمورين بإن إحنا نقابل إلا أساء إحنا ما نبقاش عاملين زي ما النبي الصلاة والسلام علمنا وقال ما لا تكونوا إمعا إذا أحسن الناس وأحسنتم وإذا أساءوا أسأتم واحد بيعملني كويس فأنا بعمله كويس واحد بيعملني وحش فأنا كمان هعمله وحش بل أشد عليه كمان لا المؤمن غير المؤمن مش بصص ليه العلاقة دي بصص لما هو مترتب على إحسانه أو على إساءته لهذا المقابل له فأنا بعمل الله في اللي قدامي فإذا بعمل الله في اللي قدامي فارق أنا منتظر السواب من الله ده بيأزيني أو أزاني طب ده أنا متحمل آه بتحمل والوجع ده أنا عليه سواب لأنه ما من شوكة يشاكها العبد إلا وغفر له الأزية بقى لما تكون في حد عزيز ولا إي جزها ولا إي أبوها ولا إي حد أزاه ودي بنتي الغالية اللي أنا كنت معتمدة عليها وتعملت حدثة وأعدت في المستشفى وقتهم حدش سأل فيها وأنا بعملهم بالكاد لا ده أنا أحسن إليهم قدر الطاق ما عملش وحش ولا أقابل السيئة بمثلها أعفو وأصفح أعفو وأصفح أعفو وأصفح ودي وما يلقاها إلا الذين صبر وما يلقاها إلا زوحظ عظيم يا صاحبة السؤال الست سلوى وربنا يغفر لهذه الإبنة ويرحمها ويجعل هذا التعب وصبرها علي مغفرة لها ورفعة في درجاتها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من الذين يعني يشربون من يد النبي عليه الصلاة والسلام من كأسه الأوفى شربة لا تضمأ بعدها أبدا اللهم أمين أجمعين والنبي عليه الصلاة والسلام إذا الإنسان صبر شوفي بقى النبي سبحان بشر به إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم الله تعالى أعلم لكن شوف هذا الحوار عشان نرى فضل الله تعالى وهو صاحب الفضل والعطاء ده هو اللده هو اللي خلقنا وأوجدنا ورزقنا بالأزواج ورزقنا بالأولاد إن شاء أنه ياخد حدي بتاعته ومش بتاعتنا احنا كلنا ملكه لله ملك السماوات والأرض شوف لما يقبض الله سبحانه وتعالى ولد إنسان فيقول الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده أصل نعمة الإبن دي أو الولد نعمة الولد سواء ذكر أو أنثى للإنسان نعمة مش عادية قبضتم ثمرة فؤاده يعني ده فقد مش سهل فقد مش سهل فتقول الملائكة نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون يا رب حمدك واسترجع يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد بيوت الجنة غير بيوت الدنيا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر امرأة فرعون لما سألت الله لألت له رب ابني لي عندك بيتا في الجنة فبيوت الجنة غير وبيوت بيتك اسمه بيت الحمد أيها الصابر على فقد ابنتك ويا من أنت يا أيها الإنسان أي إنسان أيما فقدت ولدا من أولادك ذكرا كان أو أنسى صبر الإنسان وحمد ربه تعالى وقال إنا لله وإنا إليه راجعون بني له في الحال بيت الحمد لأنه ابتد بالحمد واسترجع إن أنا عيش في الدنيا الفترة ومآلي إلى الله تعالى العظيم إن لله وإنا إليه راجعون راجعون